موسيقى موسيقى على بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار نستيلها بالخبر الوطني حيث علم لدى مصدر عسكري أن وحدة تابعة للبحرية الملكية في طار مهامها لتقديم المساعدة والإنقاذ البحري اعترضت يوم أمس في عرض سحل طنطان قربا مططيا في وطغية صعبة وعلى متنه ستة وخمسون مرشحا للهجرة غير الشرعية وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم والذين ينحضر أغلبهم من إفريقيا جنوب السحراء تلقوا الإصعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية قبل أن يتم نقلهم في اليوم ذاته سالمين إلى ميناء طنطان وتسليمهم إلى درك الملكية من أجل قيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل وفي خبر آخر تعد انتفاضة القنيط رياما السبع وثمان وتاسع من غشت الف وتسعمائة وأربعة وخمسين واحدة من المعالم النضالية الرائدة والوضاءة في تاريخ المغرب المعاصر الحافل بالنضالات والملاحم والبطولات اليوم وفي الذكرى تسعة وستين لهذه الانتفاضة تحتفل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بهذه المناسبة التفاصيل معه ردوان مستقيم خلال مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تخليدا للذكرى التاسعة وستين لانتفاضة القنيطرة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضة تجسد انتصار إرادة القمة والقاعدة في مسيرة الكفاح الوطنية من أجل الحرية والاستقلال دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والمقومات التاريخية والحضارية في مثل هذا اليوم كانت الانتفاضة من القدس وعلى مراحل وشملت العدد كبير من الأحياء من مدينة القنيطرة وضواحيها والتي خرجت لتعبر عن استياءها وعن استنكارها وشيشبها لسلطات الإقامة الأمة للحماية الفرنسية بعد أن نفي جالة السلطان سيد محمد بن يوسف إلى المنفى الساحق وتم بهذه المناسبة تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ومنح شهادات تقديرية لهم في التفاتة وفاء وبرور وعرفان وتقدير لمناقبهم الحميدة ومزاياهم الرفيعة وإساماتهم الغزيرة في معترك النضال الوطني والتحريري وطنياً دائماً ومنذ انطلاق عملية مرحبة في الخامس من يونيو المنصر تشتغل مختلف المصالح التابعة لمطار وجدة أنجاد على قدم وصق من أجل استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أحسن الظروف وضمان أفضل جودة للخدمات المقدمة داخل المطار تشتغل مختلف المصالح التابعة لمطار وجدة أنجاد على قدم وصق من أجل استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أحسن الظروف المسؤولون على المطار داعفوا جهودهم لتعزيز إجراءات المراقبة الأمنية والجمركية والصحية فضلاً عن تجنيد فرق مكلفة بتوجيه ومواكبة المسافرين بلغت أعداد المسافرين اللي مرت عبر مطار وجدة أنجاد دولي منذ بداية السنة إلى أكثر من 540 ألف مسافر هذه 540 ألف مسافر منها أكثر من 190 ألف مسافر منذ انطلاق عملية مرحبا في 5 يونيو 2023 هذه العملية التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله من أجل إنجاح هذه العملية قام المكتب الوطني للمطارات بالتنسيق مع جميع المتدخلين في الشأن المطارات بإعداد واحد لبرنامج عمل لكي يهدف تجويد تجربة السفار يحظى جميع المسافرين باستقبال خاص ومواكبة دقيقة خلال مراحل الوصول والتسجيل والمراقبة وتتكلف مؤسسة محمد الخامس لتضامن بتنسيق مع سلطات المطار بالمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتصهر على تقديم التسهيلات اللازمة لهم حارصة الإدارة العامة للوكالة الحضرية في شخص مديرها على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهم الاستقبال والتوجيه والمواكبة فعلى مستوى الاستقبال تم تخصيص فضاء على مستوى الوكالة الحضرية لاستقبال أفراد الجالية وعلى مستوى التوجيه تم وضع أرقام هواتف مسؤولين المكلفين بتدبير الميل فاتر هنا إشارة مغاربة العالم جهود وإجراءات مكثفة يتخذها مطار وجد أنجاد لتسهيل استقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتلبية حاجياتهم الإدارية وكذلك تقليل فترات الانتظار مع ضمان أفضل جودة للخدمات المقدمة داخل المطار إلى إفران حيث عقدت اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية اجتماعا تميزة بيد دراسة والمصادقة على بجموع نقاط المدرجة في جدول الأعمال وجرى خلال الاجتماع المصادقة على المشاريع المتعلقة بالمبادرة الملكية مليون محفظة وتفويت وحدات التعليم الأولية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية متابعة تقرير رغدا قبوري اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية عقدت بإفران اجتماعا تميزة بالدراسة والمصادقة على مجموع النقاط المدرجة في جدول الأعمال الاجتماع ترأسه عامل إقليم إفران بحضور رئيس المجلس الإقليم ورؤساء المصالح الخارجية المعنية ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم فضلا عن ممثل المجتمع المدني المصادقة على جموعة المشاريع التنموية التي تهم بالأساس المصادقة على تفويت الوحدات التعليم الأولي موحداتها برسم الفطرة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهات فاس وكذلك تمت المصادقة على جموعة من المشاريع لا فيما يخص البرنامج الثالث لا فيما يخص دعم محور دعم الاقتصاد التضامن والاجتماعي ولا محور رياضة الأعمال بالمناسبة صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم على ثمانية مشاريع وضعتها التعاونيات وستة مشاريع أخرى قدمها مقاولون داتيون بمبلغ إجمال قدره ثلاثة ملايين درهم المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلقة بمحور تحصين الدخل نفتح الآن الملف الدولي ونبدأه بجديد الأوضاع في السودان حيث وصفت المفوضية والسامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأوضاع في البلاد بل مزرية نظرا إلى أن الاحتياجات تفوق بكثير الموارد المتحة وفي هذا سياق دعت كليمنتين نكويتا سلامي مناصقة شؤون الإنسانية في السودان إلى توفير ممر أمر أمن لألفرين من الحرب في السودان سكينا مسوية في المتابعة دعت كليمنتين نكويتا سلامي مناصقة شؤون الإنسانية في السودان إلى ضرورة السماح لجميع المدنيين الذين يحاولون الهروب من مناطق النزاع بالقيام بذلك بأمان ومن دون عوائق حيث نزح أكثر من أربعة ملايين شخص داخل البلاد وعبر الحدود إلى دول الجوار وأشارت سلامي إلى أن العديد من المحاصرين بسبب القتال لم يتمكنوا وفي بعض الحالات منيعوا فعليا من البحث عن الأمان في مكان آخر أما بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم الهروب فهم يواجهون مخاطر أخرى هذا وتواصل مفواضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدة اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في العاصمة السودانية من خلال تقديم المشورة بشأن الحماية ومحاولات إيجاد طرق لنقلهم بأمان وفي جديد نزاع العسكرية دائر بين موسكو وكياذ أعلنت وزارة الدفاع الروسي عن إحباط هجمات أكرانية قرب شبه جزيرة القرم وموسكو واتت هذه الهجمات غدت إعلان روسيا إسقط مسيرتين أوكرانيتين كانت في طريقهما إلى موسكو ويها تشكل الهجوم الرابع على الأقل الذي يقع قرب العاصمة الروسية في أقل من أسبوع أوضى مع سكينة مسوية أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 13 طائر أكرانية مسيرة عدد منها أسقط قرب شبه جزيرة القرم والبقي قرب العاصمة موسكو وأشارت الوزارة إلى عدم تسجيل خسائر مادية أو بشرية يأتي هذا الإعلان في وقت تتعرض فيه المناطق التي تسيطر عليها روسيا لهجمات متكررة تكثفت هجمات المسيرات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة واستهدفت خصوصا موسكو وشبه جزيرة القرم وفي هذا السياق حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الشهر الماضي من حرب متجهة نحو الأراضي الروسية معتبرا أنها عملية لا مفر منها وفي إطار هجومها المضاد الذي سمح حتى الآن باستعادة بعض البلدات أكدت أوكرانيا يوم أمس أنها حققت نجاحا جزئيا في بعض المناطق إلا أن القوات الروسية لا تزال تهاجم قرب كوبيانيكس في شمال شرق البلاد أبقى بالمنطقة دائما حيث قتل طفل وأصيب إثنان في أوكرانيا عندما صبت قضيفة مدفعية أوكرانية مبنى من طبقين في دونتسك وذلك حسب ما قال رئيس المنطقة المعين روسيا دينيس بوشلين المزيد مع رغد قبوري في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الأوكراني هجومه المضاد على القوات الروسية يشتد القتال بمنطقة دونتسك مما أدى إلى قتل طفل وإصابة اثنين عندما أصابت قضيفة مدفعية أوكرانية مبنى من طبقين في المدينة وذلك حسب ما صرح به رئيس المنطقة المعين روسيا دينيس بوشلين منطقة دونتسك في شرق أوكرانيا كانت تخضع جزئيا لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ عام 2014 حتى أعلنت موسكو العام الماضي أنها ستضم الإقليم وتقول روسيا التي أرسلت العام الماضي قواتها إلى أوكرانيا فيما تسميه بعمل عسكرية خاصة أن القوات الأوكرانية تقصف بشكل يومي الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في منطقة دونتسك ومن جهة أخرى نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن مسؤولين روسيين في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا أن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب اثنين في قصف أوكراني على قرية تردوف الواقع على بعد نحو 15 كم شرق بلدة توكماك القوات الأوكرانية تواصل قصف الأحياء السكانية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريته لغانسك ودونتسك الشعبيتين ومقاطعتين زابوريجيا وخيرسون فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا لردع التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا دولياً دائماً أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد بلاروسيا صرحت الوزاران الأفراد والكينات المستهدفين في العقوبات تشمل ثلاثة شركات مملوكة للدولة المزيد مع رغد قبوري وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت عقوبات جديدة ضد بلاروسيا أدرجت ثمانية أفراد وخمسة كيانات في قائمة بزعم تمويلها للحكومة البيلاروسية وزارة الخزانة الأمريكية صرحت أن الأفراد والكيانات المستهدفين في العقوبات تشمل ثلاث شركات مملوكة للدولة ومدير وإحدى الشركات التابعة لإحدى تلك الشركات مضيفة أن العقوبات استهدفت أيضا أربعة موظفين بوكالة حكومية في بلاروسيا وثلاثة أفراد يسهلون التهرب من العقوبات لدعم حكومة لوكاشينكو وطائرة واحدة تم تحديدها على أنها من الممتلكات المحظورة ومن جهته الرئيس البيلاروسيا ليكسندر لوكاشينكو اتهم الغرب مرارا بمحاولة الإطاحة به بعد اندلاع احتجاجات حاشدة ضد حكمه في عام 2020 وذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي قالت المعارضة إنه فاز بها عن طريق التزوير ومن جهته لوكاشينكو رد أنه فاز بشكل عادل بلاروسيا بقيادة لوكاشينكو منذ عام 1994 تعد أقوى حليف لروسيا من بين دول الاتحاد السوفييت السابق وخلال شهر ماي الماضي قامت روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية وفي الأثناء تشهد إسبانيا موجة حر شديدة وضعت معظم شبه الجزيرة الليبرية في حال تأهب حين وضع إقليم قرطبا بلندلوس في مستوى انذار أحمر مع درجة حرارة فقط الأربعين ويتوقع أن تبلغ موجة الحر ثالثة خلال هذا الصيف ذروتها حسب وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية نتابع تقرير صفيا عصمان من المتوقع أن تبلغ موجة الحر ثالثة هذا الصيف في إسبانيا ذروتها إذ تصل درجات الحرارة إلى أربعة وأربعين درجة مئوية في وسط وجنوب البلاد فيما تحذر السلطات من مخاطر اندلاع حرائق الغابات هيئة الأرصاد الجوية الرسمية بإسبانيا قالت إن درجة الحرارة قد ترتفع أيضا إلى أربعين درجة مئوية في إقليم الباسك بشمال شرق إسبانيا وهي منطقة لا تشهد ارتفاع الحرارة إلى ذلك الحد وحذرت الهيئة مما يسمى بالعواصف الجفة التي يصاحبها رعد وبرق دون هطول أمطار في عدة أجزاء بالبلاد ووضعت أحد عشر منطقة في مستوى الإنذار الأحمر المرادف للخطر الشديد من بينها ثلاث مناطق في الأندلس واثنتان في مادريد واثنتان في كاستيا لامانشا وثلاث مناطق في إقليم الباسك وواحدة في كاستيا ليون ووضعت معظم أنحاء البلاد تقريبا باستثناء السواحل في حالة تأهب لكن بمستويات أدنى كما وضعت معظم أراضي إسبانيا في حالة تأهب قصوى من خطر نشوب حرائق وأدت موجات الحر التي سجلت في إسبانيا وأوروبا بشكل عام هذا الصيف إلى تفاقم الجفاف مما تسبب في خفض مستويات مخزونات المياه مع زيادة تبخر المياه واستهلاكها ودفع السلطات في إقليم كتالونيا إلى فرض قيود جديدة على استخدام المياه إلى هوايا الأمريكية حيث قال مسؤوله الولاية إن أفراد الحرس الوطني ينتشرون في جزيرة ماوي حيث خرجت حرائق الغابات عن السيطرة في الجزيرة وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن يعصار دورة كان مسؤولاً جزئياً عن هبوبي رياحاً تزيد عن سبعة وتسعين كيلومتراً في الساعة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وأهزت المنازل وأوقفت طائرات الهيليكوبتر لمكافحة الحرائق لنتابع التقرير التالي حرائق الغابات الكبيرة التي اندلعت في جزر هواي أجبرت السلطات الأمريكية على القيام بعمليات إجلاء جماعية للسكان بالإضافة إلى تسببها في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع حيث أنقذ خفر السواحل الأمريكي ما لا يقل عن 12 شخصاً فروا إلى المحيط لتجنب الدخان واللهب وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فقد تسببت الحرائق التي أشعلها الجفاف والرياح القوية المرتبطة بإعصار دورة في إغلاق العديد من الطرق إضافة إلى أضرار هيكلية في جزيرة ماوي خاصة في مدينة لاهاينا السياحية الشهيرة كما اشعلت حرائق أخرى في جزيرة هواي والمعروفة أيضاً باسم الجزيرة الكبيرة مما دفع المسؤولين إلى التحذير من كارثة وشيكة محتملة وأعلنت القائمة بأعمال الحاكم سيلفيا لوك عن فترة إغاثة طارئة ستستمر حتى الخامس عشر من غشت الجاري على الأقل وتعمل فرق الحرص الوطني في هواي على المساعدة في جهود الإخلاء والاستجابة للكوارث حيث دمرت الحرائق مئات الأفدنة في عدة مناطق تشمل كولا وشمال وجنوب كوهالا ويقع إعصار دورا على بعد أكثر من ثمانمائة كيلومتر جنوب جزر هواي وتبقى رياحه المباشرة على بعد مئات الكيلومترات من هواي لكن رياحاً قوية تتطور فوق الجزر نتيجة الضغط العالي شمالاً وانخفاض الضغط من الدورة جنوباً توصلنا مشاهدينا لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار في أمان الله